بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ النهاردة سيكشن الخامس من كورس سي بلاس بلاس والنهاردة هنبدأ سيكشن خاصة بالفانكشنز يعني ايه فانكشن ويعني استخدامها قبل من نتكلم عن الكلام ده هنبدأ نقول لحندنا مشكلة صغيرة أنا عايز أجمع أرقام من عشر إلى عشرين ومن تلاتين إلى أربعين ومن خمسين لستين تمام؟ طيب علشان نبدأ نعمل الحكاية دي إحنا رجل دلوقتي مش محتاجين فانكشنز إحنا عايزين نجيب الصميشن بتاع عشرة لحد عشرين قلنا وبتاع عشرين لتلاتين وبتاع تلاتين لاربعين هنعمل ايه عشان نعمل المشكلة دي؟ هنبدأ نعمل كذا لوب وكل لوب في كل مرة هيبدأ في جمع هنقول لفور انت ايه بتساوي الايه أولناه بتبدأ من عشرة والايه هتوصل لحد أهل من قوي ساوي عشرين واي بلاس بلاس نفتح القوس بالشكل ده كل مرة هنجمع عليها الايه طبعا لازم قبلها ابقى معرف الاي الصم بتاعتي اقول له انت صم وصم دي هتبقى بتساوي زيرو تمام؟ هبدأ اكرر العملية دي تاني ادي كنترول سي هاخدها تاني مرة وهاخدها تالت مرة طبعا السام كل مرة بنصفرها علشان تبدأ تجمع من اول وجديد تاني مرة احنا عايزينها تجمع من اول عشرين لحد تلاتين انا بغير بس في اللوب تالت مرة عايزينها من اربعين لحد خمسين او من تلاتين لاربعين خليها من اربعين لخمسين زي ما كتبناها خلاص طيب دلوقتي احنا عندنا الكود ده بيعمل ايه طبعا لازم اعمل سي اوت كمان سي اوت الاسلام انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت المجموع ده تلات مرات بنفس الطريقة لكل مرة الفكرة كلها ان انا في كل مرة بغير الانشيال فاليو بتاعتي والاند بتاع الكندشن بغير اللوب بتاعي ماشي من اول فين لحد خين تمام؟ طب هل منطقي ان انا اكرر الموضوع كده مرة كده؟ هيجي واحد يقولي نعمله منستدلوب نعمله منستدلوب ازاي؟ النستدلوب بياخد بداية ونهاية انا عايز مرة عشرة ومرة عشرين هتديله اللوب ازاي؟ ممكن ابقى في مرة عايز خمسة وعشرين مش كل مرة بزود عشرة ممكن مرة بزود عشرة ومرة بزود خمسة مرة بزود ثلاثة فرق بينهم فمش منطقي ان انا عم بلهم نستدلوب بردو الحل بتاع المشكلة دي ان انا ابدأ اعمل حاجة اسمها موديول او حاجة اسمها فونكشن او حاجة اسمها ميثود الميثود دي وظيفتها ان هي ببعت لها القيم اللي انا عايز اجمعها من اول فين لفين او ايا كان ايه المشكلة اللي احنا عايزينها في الحالة اللي احنا فيها دي هبعت لها انا هبدأ منين وهنتهي فين دي الحاجة المتغيرة عندي مفيش عندي حاجة بتتغير غير الاي بكام والاند بتاع الاي بكام وببدأ باخد الكود ده الكود ده بيتكرر كل مرة طيب بعرف الفونكشن فين جوه المين او برا المين يفضل برا المين هنيجي قبل المين كده وهقول له void واسميها الاسم اللي ياجمني هسميها صمت فاكرين لما قلنا ان فيه فونكشنز تانية غير المين وهنعرف الانواع بتاعتها هنشتغل على الفايد مؤقتا النهاردة والساشن الجاي هنتكلم على الانواع التانية ان انا هحط انواع تانية غير void الفونكشن دي مش هترجع لي حاجة يعني هتعمل سي اوت جواه تمام طيب هبدأ ااخد البلوك اللي انا عامله ده كده هو كنترول اكس وحطه هنا طبعا انا نسيت احط سي اوت معي تمام تمام وهامسح كل اللي انا كنت عامله تحت طيب لغاية دلوقتي الفونكشن دي ماشي من عشرة لحد عشرين لا انا مش عايزة تمشي من عشرة لعشرين عايزة تمشي من اول البيجين لحد الاند طب البيجين والاند دول انا هجيبهم من اين هجيبهم من المين بتاعي المين بتاعي اللي هيبعتهم او اعمل لهم انبوت هنا اخلي اليوزر يعمل لهم سي ان هنا طيب لو اليوزر هعمل لهم سي ان عشان نبدأ بيها هنقول اند بيجين واند تمام وهقول له سي ان للبيجين بتاعي وللاند يا سي وهاجي هنا في المين اعمل حاجة اسمها انبوك او كول اند على الفونكشن دي بس في حاجة احنا عملناها هنا غلط احنا قيلين اسم الفونكشن سام وعملين باريابل بنفس الاسم ده ممكن يعمل لنا مشكلة ساعدة يفضل ان انا ما عملوش هو دلوقتي مش هعمل لنا ارر بس يفضل ان انا خلي الاسماء مختلفة فانا هسمي سام دي هسميها توتر هاجي هنا هنده على الفونكشن كل اللي هعمله هقول له سام وافتح قسين كده وسمي كله كده انا دادها تعليم هبدأ اعمل ران هو مستني مني دخله البداية بتاعتي والنهاية 10 و 20 اهو طلع لي رقم عجيب كده طبعا في حاجة غلط في الكود هي عملتلي المشكلة دي التوتل بتاعي بزيرو فور انت اي اقل بجان اي اقل من او يساوي الان اه انا عمل له سي اوت للسام وانا ما عنديش بقريبه لسمه سام انا مفروض اعمل لتوتل لازم ناخد بالنا من الحاجات دي مش اول ما يطلع لنا حاجة غريبة نتخض لازم نشوف ايه سبب الارر ايه المشكلة تطلع منين اللي احنا شخناه دلوقتي ده ران تايم ايرر طيب عملنا من 10 الى 20 طلع ل 165 طيب نفرض ان احنا عايزين نعمله كذا مرة كل اللي هعمله ان انا هاجي هنا اروح ايلالها كل تاني سام وادي سام يا سيدي ادي ثلاث مره دلوقتي انا كل ما احتاج الى فونكشن دي مجرد ان انا بكتب اسمه القصيد مش محتاج اكتر من كده ادي 10 وادي 20 وادي 10 الى 10 10 الى 20 طلع لي 165 20 الى 30 طلع لي 275 25 الى 30 طلع لي 165 تمام يبقى انا كده قدرت اعمل فونكشن بسيطة تمام الفونكشن دي بتاخد data بتاعتها جواها وبتخرج لي data من جواها طب نفرض ان احنا عايزين نبعت لها الحاجة دي من المين افرض ان انا عندي في المين بتاعي بجنو الاند متعرفين قبل كده في جزء تاني في البرنامج وانا عايز استخدمهم كل اللي هعمله انا هشيط بجنو الاند اللي هنا دول وهبدأ احط حاجة اسمها بارامترز للفونكشن يعني ايه بارامترز للفونكشن الحاجات اللي هجلها من برا طب الحاجات دي بحطها فين شايفين القصين اللي بعد الصم اللي ساعة المين قلنا هنسيبهم عشان دول لما جابعت للفونكشن حاجة او اربط اكتر من برنامج ببعض ادي اول تطبيق ديها انا عندي الفونكشن دلوقتي هتاخد حاجة من برا طيب هتاخد حاجة عاملة ازاي هتاخد حاجتين نوعهم اند انا باجي اقول له اند بجين كمى اند اند بالاسماء اللي انا مستدعيهم بها جوه الايه جوه اللوب طبعا مش حق اسميهم اي اسم انا عايزه بس بالتالي هغيرهم جوه اللوب طب لما جي انده دلوقتي عالفونكشن انده ازاي ممكن اقول له سم عشرة كمى عشرين سم خمسة وعشرين كمى خمسة وثلاثين سم خمسة واربعين كمى خمسة وخمسة لو عملت ران دلوقتي طلعلي مجموعة ثلاثة فرق على طول ليه انا مدي له قيم جاهزة طب القيم دي ممكن تبقى قيم حاجة تانية اه ممكن تبقى قيم حاجة تانية انا ممكن اقول له كده اند اكس بتساوي خمسة وخمسين كمى وي بتساوي تمانية وسبعين واقول له يا سيدي جيب لي السم بتاع اكس كمى واي طب هو تحت بقم اسمهم هنا اكس وواي وفوق اسمهم بجين وإند ينفع الكلام ده هو اوتوماتيك هياخد اول خانة هنا في اللي انا بنده عليه بيحطها في الحاجة اللي بيتقابلها يعني البيجين دي هنا اسمها اكس والاكس دي فوق اسمها بيجين هو خد الفاليو نفسها حطها ايه جواها تمام طيب الواي اللي هي هنا دي القيمة بتاعتها هتروح تتحط جوا مين جوا الاند ويبدأ ينفذ نجرب نعمل ران كده الاكس والواي الاولانين طلع اول رقم اللي هو 1596 يبقى الفانكشن وظيفتها ان انا بلم بيها البروكس اللي انا بقررها كتير او بستخدمها اكتر من مرة علشان اكتبها مرة واحدة ما اكتبهاش 100 مرة تمام بتقلل الوقت بتاع الكود بتقلل الوقت بتاع الكمبيليشن بتاع الكود بتقلل طول الكود بتاعي الفانكشن لازم يبقى اسمها مميز الفانكشن اسامي لازم احدد جوا البرامترز بتوعها نوع البرامترز بتوعها ايه قبل الاسم بتاع الفانكشن بحط نوع الفانكشن لغاية دلوقتي احنا اشتغلنا على الفويد ان الفانكشن دي ما بترجع ليش اي حاجة بعد كده اي حاجة بحتاجة اعرفها جوه الفانكشن يعني ماينفعش اجي هنا اقول له كوما توتل واشيل تعريف توتل اللي هنا ده عملي مشكلة لتوتل دي متعرفها جوه الاسكوب ده لما قلنا الاسكوب ساعت ما تكلمنا عليه في اللوبس لازم اعرف الحاجة بتاعتها جواها ماينفعش ابقى تلقى الحاجة على انها متعرفة برا وخلاص لازم تبقى متعرفة في الاسكوب بتاعها ماينفعش يبقى عندي اتنين يفضل مايبقاش عندي اتنين فانكشن نفس الاسم هنتكلم عن الفانكشن لما يبقوا كزا واحدة بنفس الاسم ايه المشكلة اللي بتحصل عندنا اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته